اشتركوا في القناة هو الآن موجود في منزلة البلدة في برج القوس وهي للثبات والربح والسلامة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة سعد الذابح وهي أول منزلة في برج الجدي وهي للعلاج والفراق والخلاص يعني أو الحرية بمعنى آخر طبعا القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته بالفترة هاي بظل مسيطر علينا اللي هي الفرح والمرح والابتهاج نجد الناس أكثر مرحا ننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كمان من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بعدها القمر طبعا رح يشكل زاوية بعد هذا اللي احنا حكيناه الزاوية هاي هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون الساعة وحدة و43 دقيقة صباحا وهي آخر زاوية بعدها بيبدأ خلو المسار طبعا آثار الزاوية هاي على جميع الأبراج إنه بالفترة هاي بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة لتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا هاي الزاوية رح تستمر تقريبا لساعات العصر تأثيرتها بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة وحدة و42 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 5 و57 دقيقة صباحا طبعا احنا دائما نشرحها منحكي إنه لما القمر يجي بدو ينتقل من برج لبرج وببطل يشكل أي زوايا مع الكواكب الرئيسية أو الكبيرة هاي الفترة احنا منسميها خلو المسار خلو المسار هاي هي فترة سلبية لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبتشمل هاي جميع الموليد دون استثناء وطبعا أي شيء بتكون مقرر عليه قبل خلو المسار لو إجت ساعة خلو المسار نفذه ولكن لا تبدأ بشيء في فترة خلو المسار لا توقيع عقد لا زواج لا خطوبة لا شراء شيء ثمين فقط إكمال الشيء اللي أنت بدأتو قبل خلو المسار طبعا الساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الأردن نزيد ثلاث ساعات يعني الساعة تسعة صباحا القمر بكون انتقل واستقر في برج الجدي عشان هيك التأثيرات بتتغير عن الفرح والمرح فبتصير أنه جميع الأبراج بتعود لطبيعتها الجادة بيحاولوا إنجاز عمل متراكم بيهتموا بأعمالهم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة بتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر وبوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية مثلا شراء بوليس التأمين أو تأمين أو تأجيد تجديد تأمين أو الاهتمام بالأمور البنكية أول زاوية رح تصير بعد ما ينتقل القمر ويصير في برج الجدي هي زاوية تربيع سلبية هاي زاوية يعني من بداية الصباح بتبلش تأثيراتها حتى المساء هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي رح تكون الساعة عشرة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا هي ما رح تعطي سلبية للزهرة بالعكس الزهرة رح اليوم تتحول لسعيدة بدرجة عالية فعشان هيك اللي بتضرروا من هاي الزاوية أكثرهم اللي عندهم مشاكل عاطفية ومش انه بتسوي لهم مشاكل عاطفية لا هم بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب عشان هيك بتكون تهتموا بأموركم المالية بالفترة هاي بشكل جيد طبعا بما انه القمر رح يكون موجود في الجدي معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس اللي هو يوم الغد تسعة عش ثمانية هو رح يبدأ يوم الخميس ورح يستمر ليوم الجمعة فبيبدأ يوم الخميس تقريبا الساعة 11 وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني منتصف الليل قبل منتصف الليل بدقيقتين بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الأردن الساعة ثلاث الفجر أو ثلاث صباحا وبيستمر طبعا بما انه قبل بدقيقتين فاحنا حكينا يوم الخميس فعشان هيك بيستمر ليوم الجمعة اللي هو عشرين ثمانية حتى تمام الساعة ثمانية وثمانية واربعين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر المحدد عشر أيام في تمام الساعة وحدة وتسعت عشر دقيقة ظهرا بيصبح احد عشر يوم نسبة الإضاءة ثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية هي الآن سعيدة بنسبة خمستعاش في المية ولكن في ساعات الظهر بتصير منتحسة بنسبة خمستعاش في المية القمر في القوس وبدو ينتقل للجدي ورح يمكث في الجدي لغاية عشرين ثمانية هو الآن منتحس بنسبة أربعين في المية ولكن في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة خمس واربعين في المية عطارد في العذراء حتى يوم ثلاثين ثمانية سعيد بنسبة عشر في المية الظهرة في الميزان حتى يوم عشر تسعة اليوم سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية المريخ في العذراء حتى يوم خمستعاش تسعة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية ولكن بكرة بتبلش تنزل نسبة السعودة لأنه رح يصير بتقابله مع نبتون المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم ثمنتعاش عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احدعش عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية طبعا بدأ الآن هو يجهز حاله لعملية التراجع بلشت تبطأ سرعته بشكل كبير فعشان هيك بتبلش تأثيرات السلبية ولكن لحد الآن نقدر نحكي إنه سعيد بنسبة خمستاعش في المية يعني ضاي اليومين لتأثيرات التراجع ورح نذكرها إن شاء الله نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اثناش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً بيظل النشاط اليوم تقريباً بيحتويكم ومسيطر عليكم من الآن لغاية ساعات الصباح بيظل يعطيكو جرعات عالية جداً من التفاؤل الأمل النشاط الحرية التفكير في مجالات الدراسة السفر الاتصالات وخصوصاً السفر والاتصالات البعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد أو في منكو رح يهتم في بعض المسائل الفلسفية أو الأمور اللي إلها علاقة بالدين بالفلسفة بالنقاشات يعني بهاي الأمور اليوم رح تشعروا بقوة العاطفة أكثر وبرضو رح يتعززوا العلاقة ما بينكم وبين الأحبة أكثر يعني هاي فترة إيجابية جيدة بتقدروا من خلالها لغاية ساعات الصباح بيكونوا تحققوا كثير من الأمور طبعاً في ساعات الصباح رح ينتقل القمر يصير في الجدي الليقول بيت العاشر لألكم بيت السمعة فبينصب اهتمامكم أكثر خلال النهار حول عملكم مصالحكم الاجتماعية أهم شيء اليوم لا ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضطر أو تضغط عليك المسئوليات أو ممكن تواجه أمر صعب ومعقد حاول أنك تلتزم بالمسئوليات ما تخالف القوانين ما تجازف ما تشوه سمعتك بأي تصرف مهما كان صغير هاي برضو رغم الضغوطات هاي هي فترة واعدة ممكن من خلالها تحقق أمور إلها علاقة إما بالشهرة أو بتكريم أو بعمل جديد برج الثور طبعاً ضل الموضوع اليوم لغاية ساعات الصباح إنه بتركزه على الأموال المشتركة ومور تنظيم الأمور المالية المشتركة والفرصة بتظل متاحة لمكسب مالي إلو علاقة بالشريك أو بالزوج أو دعم مالي أو أمور بنكية مستردات مالية كلها يعني بتتركز على هاي الأجواء أهم إشي إنه تخففه من النفقات المتصاعدة وما تغامره لا بكفالة شخص ولا بإقراض شخص فلوس في هاي الفترة طبعاً مع ممكن إنه تظهر بعض المسائل الصحية اللي تلفت نظرك أو اهتمام بأحد الأحبة وأحد أفراد العائلة تهتم فيه بشكل أكبر من ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماماً يعني النهار عندك اليوم نشط جداً رح تكون فيه رح تنشط في مجال السفر الدراسة الاتصالات لقاءات ممكن اليوم تفتح أمامك فرص كبثيرة كبيرة حتى على مستوى أمور إلها علاقة بعلاقتك بالحبيب أو تواصل معاه أو الأحبة يعني الأجواء جيدة برضو هاي فترة ممتازة للي بيشتغلوا في مجال التسويق أو النشر الدراسات العليا على المستوى الجامعي ممكن اليوم بعضكو يفرح لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة ناجحة في مشروع أو موضوع ما يعني زي مؤتمر أو شيء أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعي دي كل اللي ذكرناها قابل لأنه يكون إيجابي بالنسبة للكم فحاولوا تستغلوا على حسب أنتوا طبيعة عملكم برج الجوزة ظل القمر الآن موجود مقابلكم تماما ورح يظل طبعا لغاية ساعات الصباح فعشان هيك هي فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء شراكاتكم المالية العاطفية علاقتكم بأزواجكم ولكن زي ما حكينا بما أنه القمر رح يشكل زاوي مع الزهرة فاللي بكون محبط عاطفيا منكم يحاول يبعد عن أمور صرف الفلوس ما في داعي للمصاريف الزيادة أو للكفالات أو للمغامرات المالية أهم شيء برضو تتجنبوا زي ما حكينا يوم أمس ما في داعي للغضب والانفعال الاستفزاز المواجهة كلها هاي الأمور ما في داعي إلا لأنه طاقتك ما زالت ضعيفة وإنت بحاجة لطاقة كبيرة تكون أنت المنتصر فأنت الحلقة الأضعف خلال هذا اليوم من ساعات الصباح القمر بساعدك شوي أنه بنتقل للبيت الثامن يعني بتحرك من مقابلتك شوي فبتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك وممكن تهتم من بعض المسائل اللي إلها علاقة بأموال إلها علاقة بقرض ببنك بمال الشريك مثلا يعني الأجواء بتساعدك على هذا المستوى أو مستردات مالية أو ترتيب فواتيرك أو دفعاتك أو ترتب شيء له علاقة بالالتزام المالي اليوم إجمالا بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما هاي بفترة جيدة لتصحيح الأخطاء ولتكرار المحاولة لأمور اللي ما كانت ماشية في الأيام الماضية اليوم ممكن تكررها وتحقق شيء أنت كنت تصبوه لأله برج السرطان طبعا القمر الآن إحنا حكينا بيوم أمس أنه القمر بلش في مرحل المقابل لألكم فعشان هيك الفترة هاي طاقتكم ضعيفي يعني حتى في الأيام القادمة لأنه القمر البيت السادس السابع الثامن هذولا معروفات أضعف المواقع غير بيت المتاعب فبضعفين الشخص الآن أنت في البيت السادس واليوم القمر رح ينتقل للبيت السابع يعني مقابلك تماما فمن الآن لغاية ساعات الصباح بتتركز الأمور مثل ما حكينا يوم أمس على العمل فانجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بيتكوا تنتبهوا لغذائكم تنتبهوا لراحتكم حاول أنك تكون واضح ما تخلي حد يستفزك ما تحاول أنك أنت تعصب اليوم ما تدخل بمشاكل ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل من ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم شراكات المال أو شراكات العاطفة علاقتكم بأزواجكم اهتمام بمسألة مشتركة أهم شيء أنك تحافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا الكلام حاول أنك ما توجه ملاحظة أو انتقاد لأنه خصمك بالفترة هاي ممكن يكون شوي غير ما بتتوقع أنت فيكون قوي أو ما يرحمك بردة فعله الفترة هاي إجمالا رغم أنه في ضغوط من ساعات الظهيرة طبعا بتحمل هاي الفترة إما ارتباط أو موعد مهم أهم شيء أنك تحافظ على هدوء أعصابك ومحاول أنك ما تكون عدائي يعني بمعنى آخر بدك تكون مرن وهادي جدا عشان تحقق مكاسب خلال الفترة القادمة برج الأسد يعني لحد الآن الأجواء جيدة دعمل إلك لأنه القمر زي ما حكينا هو في البيت الخامس فعشان هيك الأجواء من الآن لغاية ساعات الصباح هي جيدة ولكن من ساعات الصباح وما بعد برح يصير فيها نوع من أنواع الضغط فحاولوا الآن أن تستغلوا تقاربكم أو تقربكم من أحبائكم تعزيز العلاقة معهم مصالحة تراجع عن قرارات سابقة حاول أنك شوي تستغل نفوذك أو حضوذك بالفترة هاي لأنه ما بيتخلى الحض عنك لا ماليا ولا عاطفيا مع نوياتك مرتفعة في نوع من أنواع النشاط عندك حاول أنك تستغلوا طبعا في منكوا رح يهتم ببعض المسائل إلها علاقة بالأحبة أو بالأبناء أو بالتواصل مع الأبناء يعني هاي إلها علاقة بالفرح مش إلها علاقة بالحزن ممكن في ساعات الصباح البعض يقلق على صحة أحد الأحبة ممكن ولكن من ساعات ما بعد الصباح يعني طيلة النهار القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس عشان هيك بيبدأ يركز على أمور إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة فبيتراكم العمل فيها حاولوا أنكم ما تهملوا برضو صحتكم حاذروا من التعب الصحي على أنواعه ممكن تهتموا مش بصحتكم بصحة أحد الأحبة يعني زي ما حكينا يعني أحد الوالدين مثلا حاول برضو نفس الإشي أنك يعني تتحرك أو تشحن حالك بطاقة أكبر عشان تقدر تنجز واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر يعني بلش الضغط شوي في ساعة النهار ولكن إجمالا فيه أخبار جيدة اليوم رح تكون بالنسبة لإلها برج العذرة طبعا ما زالت الأجواء بتركز على الأمور البيتية والعائلية والعقارية ممكن اليوم تدخلوا أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة صحيح أنه في بعض الضغوط عليكم أو بعض الواجبات أو محتار من مسألة معينة إلها علاقة بالبيت أو بالعائلة يعني مش غلي فكرك في الفترة هاي ولكن كلها هاي الأجواء جيدة إذا أنت اهتمت فيها وما أهملت ولكن برضو حاول أنك ما تبالغ بالحلول يعني لا تبالغ بالمشتريات ولا تبالغ بذيكورات مثلا أو شراء أشياء ثمينة للبيت يبل ما تقرأ وضعك بالضبط بتحمل أو ما بتحمل من ساعات الصباح وطيلة النهار الأجواء رح تتغير بشكل أكبر بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ممكن تفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح تشتد عزيمتك ممكن تقوم بخطوة مباركة خلال هذا اليوم أو تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة طبعا لالتقاط أنفاسك بعد العواصف وممكن برضو أنك أنت تخوض أشياء اليوم تكون مناسبة لإلك على المستوى الحضوض جيدة على مستوى العاطفي جيدة على المستوى المالي برضو في بعض المكاسب ممكن تحمل لك مصالحة أو لقاء عاطفي أو تواصل عاطفي يعني يكون شوي أكبر من اللي أنت بتتخيله يعني تفتح مجالات كبيرة أو واسعة برج الميزان طبعا القمر الآن في البيت الثالث لا إلك عشان هيك بيظل أمور النشاط في الدراسة في السفر في الامتحانات بالنقاشات بالحوارات بالمؤتمرات بالدراسة بالتسويق بالتجارة المحلية يعني التجار تبعين اللي بيشتغلوا في مجالات التجارة رح يستفيدوا بشكل كبير علاقاتكم مع الإخوة مع الجيران برضو ممتازة على كل هاي الأمور حتى على مستوى الأجهزة الإلكترونية والكمبيوترات والسيارات برضو رح يكون لكم اهتمام من الآن لغاية ساعات الصباح رح تتركز كل الجهود أو كل طاقتك على الأشياء اللي إحنا ذكرناها أو على المحاور اللي إحنا ذكرناها فعشان هيك حاول تستغلها بشكل مكثف عشان تحقق الأشياء إذا كان اللي بدك يا من ضمن هاي الأشياء من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل يصير في البيت الرابع لا إلك يعني تربيع مع برجك شوي هو بيت ضاغط إجمالا رغم أنه للعائلة ولكن بسعادة القمر اليوم هي اللي شوي بتخفف عليك الضغط فعشان هيك اليوم بتفضله الأجواء البيتية الأجواء العائلية عندك قدرة لتلطيف الأجواء عندك برضو أنك ممكن تخفف أي ضغوط موجودة رغم أنه ممكن إشي يستفزك أو حدث معين ييجي بوقت مش مناسب فبدك تضبط أعصابك ممكن شوي هيك أنت تتجاوز بعض المراحل بأنك كيف الكاظمين الغيظ يعني شوي هيك يستفزوك ولكن حاول أنك تتحمل عشان تمشي الأمور بشكل جيد رح تهتم بمسائل عائلية زي ما حكينا تصليحات، ترتيبات، مشتريات، واجبات عائلية أهم شي إنك ما تخالف القوانين احترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك واضبط أعصابك برج العقرب طبعا اليوم بتركز على الأمور المالية أكثر برضو في مجالات من الآن لغاية الصباح بتفتح لك مجالات لمكاسب مالية أو هدايا أو منح عبات مستردات مالية ترتيب دفعات مالية، مشتريات، يعني أي شيء له علاقة بالمال هو ممكن هو اللي يكون لافت نظرك خلال هذا النهار أو معطيك الدافع خلال هذا الوقت من الآن للصباح وتركز عليه، أهم شيء زي ما حكينا ما في داعي تكفى لحد بالفترة هاي وخصوصا أنه احنا نقترب من كله ما سار وفي نفس اللحظة ما في داعي للتنفيس بالزعل اللي عندك أو الغضب اللي عندك تنفسه من خلال مشتريات ما إلها أي داعي يعني ابعد عن المشتريات الغير ضرورية طبعا في بعضكم ممكن يتلقى هدايا أو دعم أو استثمار معين برضو هاي فترة إيجابية من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت الثالث، رح تتغير طاقتك بشكل كبير بشكل إيجابي لأنه رح تكثر عندكم الاتصالات، التنقلات، النقاشات، الحوارات هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولأسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل، ممكن تتحرك بمناسبة معينة وتلفت النظر فيها ممكن تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة يعني الأجواء جيدة جدا على كل المحاور رح تكون خلال النهار فحاول أنك تتحرك بكل الاتجاهات لأنه عندك طاقة كبيرة أنك تغطي كل الاتجاهات واليوم عندك كثافة اتصالات أساسا رح تكون كبيرة برج القوس فقدكم بأنفسكم كبيرة طبعا لأن القمر موجود عندكم وبعمكم النشاط، اليوم بلشت المعنويات ترتفع شوي ممكن تبادروا من الآن لغاية ساعات الصباح بخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية هاي فترة ممتازة ممكن تتلقى من خلالها خبر أو إشارة أو انطلاقة أو رد على موضوع أنت كنت بتنتظر فيه كان متعطل في الفترة الماضية يجيك رد عليه طبعا لساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا الأمور بتدخل وبتتحول للأمور المالية فعشان هيك رح تركز على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات، هبات، دعم بس الأهم أنك ما تغامر بأموالك لأنه هاي فترة شوي بدك تكون حذرة فيها ماليا ومعنويا حاول أنك ما تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة أنت بحاجة بالفترة هاي لكل التعاطف والتضامن فعشان هيك حاول أنك تنشط أمورك تهتم بأموالك، ترتب ديونك، تعرف كيف تستغل نقاط معينة لبعض المكاسب في منكو رح يحصل على هدية أو جائزة أو تكريم أو حتى مستردات مالية يعني يكون له أموال حاب يستردها أو ممكن يطالب فيها فهاي فترة إيجابية ممكن تيجي لصالحك برج الجديد ما زالت الأجواء ضاغطة بما أن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب في القوس طبعاً بدنا نعطي تحذير لغاية ساعات الصباح بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك، عدم المبالغة في إنجاز أعمالك حاول أنك تستريح، حاول تأخذ نفس، تهتم بواجباتك، بصحتك بدون ما تبذل أي مغامرة أو تتخذ أي قرار اليوم حاسم حاول أنك تمشي الأمور بشكل روتيني فقط لا غير ما تخلي الوسواس أو القلق أو الأفكار السودة الهواجز ستسيطر عليك طبعاً هذا كله لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتبلش الطاقة ترتفع عندك كل ما اقتربنا من ساعات الفجر الصباح هاي الطاقة بترتفع بزيادة لأن القمر بيصير موجود عندك في برجك فبتستعيدوا نشاطكم، حيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك ممكن تمارس جاذبية لا تضاها اليوم ده البدء بمشروع أو خطة جديدة رح تمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالك هاي فترة ممتازة جداً بالنسبة لك أو مرحلة انطلاق جديدة بالنسبة لك ممكن يتخللها خبر صار أو حدث صار بالنسبة لك يعني يكون يفوق توقعاتك فالفترة إيجابية حاول أنك تصبر لغاية ساعات الصباح وبعدين انطلق برج الدلو طبعاً تقدروا تستغلوا الفترة من الآن لغاية ساعات الصباح لإنجاز كل الأمور الضرورية والمهمة لأنه في ساعات الصباح القمر رح ينتقل للجدي اللي هو بيت متاعبكم فعشان هيك حاول أنك تنجز كل شيء ضروري أو ترتب أوراقك بشكل ضروري وسريع جداً قبل ساعات الصباح عشان الأمور رح تتراكم عندك بوسعكم تعزيز صداقاتكم أو استغلال بعض المعارف لإنجاز بعض الأمور أو مساعدة بعض أصدقائكم لإتمام هاي الأعمال المطلوبة منكم ممكن منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديقه ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اليوم وبرضو رح تسمع أشياء إيجابية طبعاً هذا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح رح تدخلوا فترة غير مريحة رح تستمر معكم تقريباً ليوم الجمعة فعشان هيك حاولوا قدر الإمكان أنه ما تتخذوا قرارات حاسمة بالفترة هاي وما تندفعوا بتوجهاتكم الفكرية أو العصبية أو أي أمور ممكن تسبب لكم مشاكل هاي فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر خصوصاً لصحتكم بتكون تتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة زي ما حكينا فارغة وفاشلة أيضاً حاضروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة وحاول أنه يعني ما تعطي عليها أمال كثير لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك بهاي الفترة صحيح أنه رح يجيب عن موليد برج الدلو وقول لك لا ما احنا هاينا حققنا أوكي شوف طالعك إيش هو بتعرف أنت من اللي حكيناه لأنه برج وطالع شوف طالعك بالنسبة للتوقعات للأبراج الأخرى بتعرف أنه طالعك هو اللي ساندك ولكن إجمالاً موليد برج الدلو بدهم ينتبهوا يأخذوا حذرهم برج الحوت طبعاً ما زالت الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا اليوم بيقدروا يحززوا علاقاتهم مع رؤساءهم بالعمل أو زملائهم بالعمل أو ينجزوا بعض الأعمال المهمة وممكن تحافظوا على إنجازاتكم القائمة اليوم يعني تعتبر ما زالت الأجواء في بيت السمعة يعني القمر في بيت السمعة اليوم ممكن أنك تحقق إنجازات جيدة وخصوصاً أنه القمر الآن بيحاول أنه يعني بيجهز حاله للانتقال لبيتك اللي هو بيت 11 فحاول إنك ما تشوه سمعتك وما تخال في القوانين وما تجازف وما تغامر وما تدخل بخلافات ما بينك وبين رؤساءك بالعمل من ساعات الصباح طبعاً بتلتقوا الأصدقاء بيصير في أجواء لها علاقة بالمعارف أو العلاقات الاجتماعية أكثر حاولوا تصحيح العلاقات المتردية حاول إنك ما تبقى وحيد هاي فترة ناشطة وواعدة دراسياً ومهنياً أو عائلياً على كل المستويات هي جيدة فعشان هيك يحاول تستغلها راح تنشطه بمناسبات أو دعوات أو زيارات مثلاً ممكن تكتشف صديق مثلاً جديد أو صديق قديم يظهر على الساحة ويتصل معك بشكل مفاجئ بالنسبة لإلك فالأجواء تقريباً من ساعة الصباح راح تتغير لصالحك راح تكثر عندك الاتصالات والموعيد وفي منكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد من لقاء بعض المعارف أو حتى خروج بنزها هيك لتغيير الجو هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر